السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في الحصة الماضية تعلمنا كيف نكتب حرف الجيم واليوم إن شاء الله سنتعلم كيف نكتب حرف الحاء هذا هو حرف الحاء هيا بنا حرف الحاء كما تلاحظون لديه بطن كبير جداً وحرف الحاء يا أصدقائي لديه أربعة أشكال هذا حرف الحاء في أول الكلمة وهذا حرف الحاء في وسط الكلمة لاحظوا يفتح ذراعيه وهنا لدينا حرف الحاء في آخر الكلمة لكنه متصل وهنا حرف الحاء في آخر الكلمة منفصل هيا نرى كيف نكتب حرف الحاء في اللغة العربية نبدأ دائماً من اليمين يمين يسار نبدأ دائماً من هنا هيا نرى كيف نكتب حرف الحاء حرف الحاء في أول الكلمة نكتبه على السطر هكذا، لاحظوا جيداً هكذا، 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 ثم ننزل، هكذا لاحظوا أن حرف الحاء يرفع رأسه قليلاً كأن لديه وسادة تحت رأسه أما عندما يكون في وسط الكلمة فحرف الحاء نكتبه هكذا، هكذا، ثم هكذا، ثم هكذا حرف الحاء في وسط الكلمة لاحظوا يفتح ذراعيه والآن سنرى حرف الحاء في آخر الكلمة عندما يكون متصل بالحرف الذي قبله هكذا، ثم هكذا، لاحظوا جيداً هكذا، ثم بطن كبير هكذا والآن نرى حرف الحاء في آخر الكلمة منفصل منفصل، أي لا يتصل بالحرف الذي قبله نكتبه هكذا ثم هكذا، بطن كبير جيد إذن، هذا حرف الحاء في أول الكلمة وهذا حرف الحاء في وسط الكلمة يفتح ذراعيه وهنا حرف الحاء في آخر الكلمة متصل وهنا حرف الحاء في آخر الكلمة منفصل لاحظوا أن حرف الحاء ليس لديه نقاط شكراً لكم ونلتقي الحصة المقبلة إن شاء الله إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والسلام موسيقى شكراً لكم شكراً لكم